الحمد لله بفضل ربنا خلصنا الكورس لكن انا فعليا مبدئيا انا راضي عن الكورس بنسبة 70% ويمكن 65% أو 70% كده اكلم من ناحية المحتوى مش من ناحية الجزء يعني موافوض ان احنا كنا في حاجة تنزل غطة بصراحة حاج كتير بس هكذا الحياة يعني لازم حكاية الكورسات المسجلة دي والاولاين ما بنقدرش نغط كل حاجة بالتفصيل فلازم الناس توصل عن مرحلة انه خلاص يعني ان كرة ملعبك مبدئيا يعني فالكرة ملعبك دي معناها ان انت خلاص انت معك كل ادوات اللي اتمكنك انك لو عايز تقرح حتى معلومة خاصة بالاريا دي هتعرف تروح كاملني واتفتحت وبسيت على حاجات كتير في المفترض انت يبقى عندك اه اه مش وحشة او قدرت اتفخطها فانا طبعا يعني مبدئيا انا مفروض ما نسمع اقتراحاتكم وهنعمل ايه الفترة الجاية بس انا احب ابدأ الاول بقبل ما نبدأ بالاقتراحات وايه اللي ممكن نعمله المرات الجاية وايه هي اصلا الطرق اللي انا عايز يخش ربها يعملية ولا عايز يخش موبالها يعملية ولا عايز يخش مش عارب بجدها يعملية ولا عايز يخش يعني التصنيفات وتفرعات اه قبل ذا كله انا محتاج اسمع الاول نقد تمام؟ كم معنى كيب نقد بالناء يعني اه نقد بالناء يعني في حدود المداحة يعني كانت حاجات ممكن تتعمل بس هي مش فعليا احنا يعني الوقت ما يسعش وفي حاجات كانت ممكن تتعمل ومتخدش وقت كتير وكانت ممكن تتضر تساعد فلو حد عمه نقد او شيء قبل ما نبدأ يتفضل يتفضل السلام عليكم طبعا يعني اولا بنشكر حضرتك يعني على المغوض الكبير جدا جدا يعني استفادنا فعلا تم معلومات كبيرة جدا اه الاداء اداء فوق الرائع وفوق المطاقة بصراحة سيدك الله ايه ده النقط دا ولا ايه ده ده مش نقط دا يعني الواحد مش تعرف يعني يقول فيك الا كل جميل يعني سيدك الله ايه لو في حاجات ممكن في حاجات مش لازم تكون خاصة بالشرح ازاك نفس او شخص ممكن تكون حاجات مسلا خاصة بالتنظيم حاجات خاصة مسلا بي لو كنا ضيفنا كذا كان عبارضا لو كنا يعني فيه زميل من زماننا قال لي مبارع انت مضغطلناش الملفات وبعدتها اللي هي بتاعة الاجزامبل زي وانا فعلا نسيت فان شاء الله اضغطلكم مسلا الاجزامبل زي وبعدتها لكم تلقوا موجودة معكم كيعني الاجزامبل زي بس هبقى حبيت ترجع لأي حاجة تبقى الحاجة معك مكتوبة وموجودة مباش اي مشكلة اه اه فيعني في حاجات بدي بساعات اه جانبية بس ممكن تساعد او توفر على الطالب حاجاتي طيب اه اعايز لي في حاجة ولا في حتى انا يتكلم دكتور طه موجود ده استاذ راني او دكتور راني موجودة. واحنا كان نفسنا يا دكتور يعني كنا ساعة ما اقترحت على في الوريونت دي بي. اه وكان نفسنا طبعا فتح الجامل الاوي دي وكنا مشتاقين جدا ان احنا يعني نكمل في الجراف والا ونبدأ بقى نشوف المواضيع الكبيرة اه حاضرت اتشارت ان الكورس مش هيغطي يعني ان ده محتاج كورس لوحدي يعني. المواضوع دي يعني. يعني. بس يعني مش لقيين حد المحتوى عربي. يقدر يفيدنا في القصة دي. حتى المحتوى الانجليش انا قعدت ابحث. برضو لسه الموضوع مش وصل لهم يعني او مش عارف يعني. مفيش حد. بس انت فيك بتبحث بس عن الفيديوز وهم اه الاجانب بزيتهم في حاجة عننا. هما بستنوش الفيديو يطلع. فاهمين? اهما بستنوش فيديو يعلمنا. هما عندهم كتب على طول. ودكومنتيشن كمان دلوقت حتى ووفروا الكتب دلوقتي. وبقى بيخلق بالدكومنتيشن. يعني الموقع بيعملين. موقع يعني اول ما بينزل اي طول. بتنزلها الدكومنتيشن بتاعتها. وما بيدوسوا بالدكومنتيشن. انت خيل ان انت فيه طول نزل الجديدة. ومعمولها دكومنتيشن جاهز. وكابلوه بالعربي. هتلاقي طبعا على طول انت مش مستهل تدور على كتب ولا تدور على الفيديوهات. يعني الموضوع مشروح انت عمل بس يشتغل. بقول لك افتح كذا. فطبعا عشان اللغاتهم في الدنيا سهل عريم جدا. طبعا اللغة مش فرقة لا طبعا ده غضب. اللغة فرقة جدا. حتى لو انت لغة الانجليزية كويسة فانت بتاخد وقت برضو على ما بتقابل كلمة. هو يوصل ايه. مش عارفية. بتاخد منك وقت. غير لما تكون الدنيا مسهلة قوي. اه. ويعني انا الله اعلم. الله اعلم. يعني انا احس ان هم متقصدين. ان ميبقاش اللغة العربية موجودة. الله هو اعلم. متقصدين ده. لان اما بشوف موقع كتير. اه في التولز اللازلة. انا مكنش اخدت بالغة لما حد انت نبهني بسراحة شبابش يعني. يعني متعود خلاص من بلزو خلاص من السنين والموضوع هو كده. لكن حد نبهني فعلا فلما فتحت مجموعة من التولز كتيرة جدا. لقيت لغات يعني التول بينزل مشروحة بلغات كتير جدا. حتى لغات يعني ملهاش ذكر بالنسبة العرب. بينما يعني انت عمدك في العرب. العرب عدد كبيرة جدا. وبيشتغل في المجال ده منهم كتير. فانك انت متعبرش ده وتنزلي مثلا لغة من اللغات اللي هي قد تكون يعني ما بتستعمش من دولة واحدة ودولة بسيطة وتنزلناها اللغة بتاعتها. فمعناها ان انت يعني انت هنكلفت نفسك وتعبت قلبك. عشان تترجم اللغة اخرى وهي لغة اقل من انتشارا من لغة اكبر. الله هو اعلم. بس فعلا انا حسيت فيها اقلقة لان هي ممكن تكون. اعلمون يعني انا اقصد عشان ما اروحش لحيطة تانية. هما ناجد دوكمنتيشن على طول. يعني الوريان ده بيزان افتحت معكم دوكمنتيشن بتحوالكم بجنين. هما بالنسبة لهم دوكمنتيشن روح على طول. خلاص الموضوع مكتوب قدامهم. فضل انك تعمل. تشتغل نفس يعني اللي مكتوب. عماني عندهم سالسة. الفيديوز بتروح لمرحلة مرحلة يعني لمستوى ادنى شوية. واكسر يعني تفصيلا او دقة في نقطة او نقطة. لكن احنا لأسف يعني ببولينا ببلاء الفيديوهات التعليمية لها خير ولا الهاشر. لكن اهو هو ده اللي موجود يعني. لكن تصدقني الكتب والدوكمنتيشن والحاجات دي هي التفاصيل. يعني انا مثلا انا مجيب اتعلم مثلا انت تعلمت مثلا اوريان داتا بيزي. يعني هجزب عليك وقول لك مثلا انت علمتها النفسي قاعد كده في النفسي بتعلم. يعني يعني يبقى اتحك على عقول الناس. لازم يكون صادف واحد يكون صادف مع نفسه. لا دخلت ودورت عن حاجة. رصيت المعلومات ووزفتها زي ما انا عايز. يعني انا عندي طبعا في حاجات تانية. فانا عايز اوصل لحاجات معينة. ابدور على حاجات اللي انا عايزة. طبعا بتفري معايا عن واحد لسه مبتدئ انا. واخدها ووزفها واكتبها بالشكل اللي انا عايزه. لكن في الاخر. هو انا بس عايزة على الحطة الحركة بتقولها دي كمبتدئ. آآ بيختلف من حضرتك المبتدئ يعني. طبق للا انا عايزة عارفه يعني. انا كمبتدئ دلوقتي. ازاي اعرف اكتب كود في البايسون او اربط على طول داتا بيز والسنتكس بتاعي يكون مصبوط. يعني حداك ساعات بتشيله وبتحطه. لأ ده لأ او ده ينفع. انا اعرف ده ازاي كمبتدئ. انا حسا. ايه? اخلت الكورس وتعلمتي حاجات. هاحفظ بقى. يعني احفظ. ايو انا اجيب منين الخلفية اللي اتخليني اكتب ده صح? ما فيش حاجة اسمها حفظ. في حاجة اسمها تسبيت. يعني انا لما بعمل حاجة مرة واتنين. انا بلاقي نفس اوتوماتيك حفظت. بس انا عايزة يعني هنوع على حفظة الحفظ دي كده سريعا. احنا يعني احنا فيه مجال المجالات اللي ممكن ندريسها مع البيسون اسمه ايه ايه ايه? تمام? ايه ايه? طبعا ده حاجة قويعة ومطلوبة في السوق. لكن لما تجي تعلموا الزكاة الصناعية تعلموا الاول عن زكاة. لما تجي تعلم عن زكاة هتلاقي ان الزكاة مجموعة من الخاص. كل خاصية في الانسان بتقوم بوظيفة معي. من ضمنها مثلا خاصية ان انا بعرف استنتاج. فيه استنتاج. فيه فهم. فيه توقع او التلبه. فيه 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 من ضمنهم حاجة اسمه حفظ. الحفظ مزاي ما فهمونا ان هو حاجة سيئة. لا مش حاجة سيئة. تمام? ده حاجة ميزة مهمة جدا. وكل ما كانت عند واحد عالية كل ما كان معدل زكاة وبيزيد. لكن مش معنى كده ان انا يعني اه في معزل عن باقي الخاص. زي الفهم مثلا او لا او زي الاستنتاج او زي الاستدلال او زي التلبه او كل الحاجات دي موجودة. كلها بنسب مختلفة وكل واحد بلعب على قد الامكانيات اللي ربنا يسروا لي. فخلاصة فيه مرحلة بتمشي عكسية. ان انا لما اكون فهمي حاجة. وبمارسها بحفظها. مثلا. مثلا. انا مثلا قاعد اه بتكلم معي مجموعة من الناس كلهم بيتكلموا باللغة الانجليزية. تمام? انا اصلا معرفة. اتحطيت في وسطيهم. هتلاقيني بدأت تكتسب ان انا بتكلم من غير ما فكر ولا بتاعها. هتني حافظ. يعني عايز اقول جملة تك 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 تك. حافظها خلاص. حافظها مش بقى انا بقول لا انا سنة مسترجحها سنة مفتكرها كده. لا اه مفيش ما افتكرها كده. هي خلاص بقت مطبوعة ليلة ان انا قلتها مرة واتنين وعشرين ومية. وعملتها كتير. فخلاص بتاني خلاص تيت في درجة الحفز. درجة الحفز هنا في المرحلة دي بقت اهم واعلى للفهم. لان كنت ابترب بالفهم. الفهم هو اللي وصلت للحفز. تمام? مش اننا قصوم لأ اننا بيت خلال. لان مثال اخر. لان بتتلاقي مثلا واحد مثلا. اه بيصلي امام في التراويع. شوح حافظ بصحة في قد كده. ستمانية صفحة. بسم الله مش الله. بيجي عندها معرفة معرفة هو من زي ما انت فاكر. هو حافظ وفاهم كلها. هو وعد كان فاهم وعد يحفظ. بس هو خلاص بقى راسخ. الحفز عنده بقى راسخ. فبقى عمالي بالنسبانه. قالها مرة و اتنين وعشر وعشرين ومية. فعلى ثلاثة ساتة ساتة ما عندش مشكلة. فانا اصد من كلامي خلاصة ان ايه? ان ان انت بتبقى الان ان ان تنتي الظهر عليك اول مرة تخش المجال خالص. فمغضوضة من حجم المعلومات ومن الكنيات اللي موجودة كتيرة ومن تونس اللي اخلق بعضها وكل حاجة ايه ادايا وا وا وا. وبالتالي انت حس ان في عمرك ما هتقدر استيطر على الغضاء. وده الاحساس اللي ملكك. ان العمر ما هقدر سيطر على الوضع اللي باب. وده. هسألك طريقة تانية يا دكتور. طب انا محتاجة. بس الفكرة. ايه ماشي. فضل. بس مكنت من قصد قوي بس مكنت من قصد بعض الناس تاني. فالانساب لحسنهم مش هقدر يسيطر على الوضع. فحاجة هدفلك مش عيفتكر بكل شوية مش عارف ايه. لكن هو في الحقيقة هو احط رجليه عن اول الطريق لجاه. لان الانسان اول حاجة بيوصل لها فعلي وبدأ يحس ان هو يحس بالمشكلة. وبدأ يحس بالان هرباء كل ده وهنا حاجة وهنا حاجة وكل حاجة فيهم اللي امسكتها عايزة حاجات وعايزة تفصيل وعايزة كده انت بدأت تتحس بالمشكلة كده انت بدأت تفهم. كده انت مجدش سطحين. خلاص? لكن بيجي لك واحد يبقى ايه هم بتعلم برماد ما بتاكل عيش ومش عافية اخد لك كورس كده ومش عارب ايه. هو مش فيهم حاجة. يعني اني مش فيهم ابعاد الموضوع ولا ولا ان يكون الموضوع فيه تبصيل ومحتاج منك روان ومحتاج منك تشتغل وتتعب عالموضوع وانا ايه ايه وضحي بقى فكريتها. لا هو انا كدت عايزة اقولي يعني طب ايه اللي انا محتاجة اعرفه اكتر عشان ابقى متمكنة من الكورس. او الكورس بتاعنا ده كله. هلا ناخده كده زي ما هو اللي مفروض اكون اريا في حاجة تانية او عارفة في حاجة تانية. ايه? الاول انسان يملك يملك العصفور اللي في اليد. تمام? بس يا دكتور انا بسطح الفيديو وامشي ورا حضرتك. نفسي اعرف اكتب ده من دماغي. يعني انا عايز اعرف. مش هيجي مرة. مش هيجي مرة. صعب. مش من مرة. اهلما كنت زمانا باجي بعلق مشروع مشروع تخرج مسلا ولا حاجة. هتو هدين مسلا تمانين ساعة مسلا شغل. ولا سعين ساعة ممكن نوصل لمية ساعة. مية ساعة من نشتغل ونركب ونكمل 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 ونكمل. اه اه. كل الشباب مشاكلهم ايه? نحن ماشين ورا بك. لو حبينا نخرب كده ولو نخرب كده نقع. تمام? كنتو قال لهم بس مش وراي. ايه مش وراي مشوش كده. لان احنا احنا الفكرة كلها ايه? واحد بي يتعلم ان هو يبني يبني يبني. يبني يبني. هو جاي يتعلم. سيبوكم انتم من العلم خاص. هو جاي يتعلم بس يديكم العلم اللي هو الساعة يعني. الواحد جاي يتعلم يبني يبني ازاي? فراح شاف واحد بنا. فعمل بقى يحط الطوبة كده ويحط الطوبة تانية عكسا كده ويجرب ويحط مش عم اسمانت قد ايه ويعمل مش عارب ايه وبتاعه بقى كده بقى بقى بيجاهز ازاي ويقفل ازاي. وهنا بيصب باسمانت ازاي ازاي وانا بحط الحديدة ايه وهنا عمال ايه? يبتسب خبره. ويساعده. تمام? وبعد كده بيبدأ ايه? يقوله انت شميعنا اعملت هنا كزا وانا ما عملتش كزا يقوله عشان كزا يقوله اهو. فيبدأ افهم. تمام? وبعدين بعد ما يبدأ يساعده يبدأ افهم هو بي هو شغال. يوم ما هي يبدأ يعمل بيت لوحده. هيعمل بنفس الاسلوب اللي اتعلمه. الاول. لك ديجي يقول لا انا عايز اطلع بضطيحة سحاب. يقولك ايو انا اطلع بي. يا اطلع بي ازاي. انت عمرك عملت بيت. بيت خمس ست دوار ما عملتوش. فالاول لما يجي يطلع يطلع على قد ليه? على قد اللي اتعلمه. تمام? ومش هيغير. مش قولك ما تيجي نكتر شغال اسمنت ولا نكتر شغال حديد ولا بتيجي نعمل. مش هيعمل كده. الاول بس يقدر اطلع بالشكل اللي هو على قد اللي هو اتعلمه. تمام? كده تملك حاجة. بعدها ممكن يادر بقولي كده. طبعا احنا عايزين بسلا نجرب نحطان الجهزة. طبعا ممكن نعمل مش عارف ايه كزا. طبعا ممكن نطلع بحاجة اعلى. بس الجهزة نزبط كزا. طبعا ممكن يبدأ بقى ايه? يعني مع المستوى. بس الاول يوصل من المستوى لفقدي. يعني سام يجي اجربة او مثلا فيه ثمانين. او بيشتاع بروشيكت معين مثلا. ماي سيكوال مثلا مع اربع سنو. عمالي جارة بالطبع هو التعديل اللي حسب. بقماشي ورايه بالضبط. هو نفس اللي كان نفس صغير للكلام ده. كلام اعمل ايه حاجة ضفلية. ده مالصح. من اساسيات العلوم. خلاص. اساسيات اللي انك تتعلم. ان تبدأ الاول قبل الاخر. خلاص. وانت ادخل من الباب وليس من الشباك. يعني ايه? انت عايز توصل للشباك. انا عايز. ايه احلى حاجة عندك ما عايز توصل للتأفيل اللي برا الخارج. ماشي. اساسيات تخش من بابه. ماشي من بابه. ماشي من بابه. ماشي من احبابه. تدع عشان تقدر توصل للايه? دي الشباك في الاخر. فانا اقصد يعني الاول قبل الاخر. فانت بتقعينك طموحة للاخر. فانتوني? فتخلينك طموحة للاخر. خليك على قد المرحلة اللي انت فيها. اللي هو عصفوره في يد. خيره من الف عشر. انا قدامي بروجي صغير. انا عايز اتمن لك وافامكم. واعمل. ما اقولش باخرص انا عارف ده انا عايز اعمل حاجة احسن. اعمل حاجة احسن بعدين. طب تفضل اه. حد عايز يسأل سؤال. ايو دكتور السلام عليكم. السلام عليكم. انا بس تعقيبا على كلام حضرتك اه من تجربة يعني. انت خبرة بتاعا يديهم خبرتك بل. لا لا استغفر الله اه استاذنا على رسنا. لا لا مش عرض يعني انت مع الانسان. الناتج الخبرة عند الانسان هو ناتج احتكاد بحاجات. فطبيعة الحال انا احتكد بحاجات وبشغله وبشركات وبظروف غير اللي انت احتكد بها. وبالتالي ممكن تكون لك سلس مختلفة لكن كلها مضيفة. فالانسان بيستفيد. فالانسان بيستفيد من سماعة غيره. بالذات لما يكون عن عن معارفها. مش مش جاهل. هو عدد عددت وشتغلت في شركات واوة حتى رف مجال بس بعيد شوية بس ماشي. فاكيد عندك يعني عن الفكرة ممكن تساعدهم بها وفي نفس الوقت بيستفيدهم من نتناقش نتناقشها. فضل. اه نعم هو انا بما ان انا خريج اصلا كل التجارة. يعني مش هندسة كمبيوتر او صفت وير حتى. طيح قديم من التمانينات. ايام ما كان بانشنج كارد والحاجات دي يعني مش. فكنت يعني طب بتتحكوا طبعا انا اعرف فيه ناس ما تعرفش بانشنج كارد. لا. بتعداد النور بتاع زمان دي. المهم فكنت زي ما اختنا بتقول فعلا انا ابدأ منين انا دراست انا عرفت الاتبيوتس اعرفتك. طب انا عايز اشتغل لو دوني تسك هعمل ايه. الموضوع كله مسال بسيط جدا زي الاسم والضرب. مش هقدر اضرب او اقسم قبل ما اعرف الجامع والطرح. فلو عرفت الجامع والطرح ده مش معناه برضو هضرب او اقسم لازم احل مسائل كتير. وهو ده اللي انا كنت بكلم حضرتك فيه ان احنا عايزين نعمل ووركشوب بق اللي هي مشروعة. بمعنى ايه? نثبت عندنا المفاهيم دي كلها ما تبقاش بس مجرد واجب علشان المحاضرة اللي جاية هنشوف عملنا صح ولا لا. ده كل واحد هيعمل مننا مشروعة انت هتشرف عليه. وهتقول لنا وقتها المشاكل دي تتحل ازاي. هنا هتثبت المعلومة. وقتها لما الواحد يروح يشتغل في مكان ويطلبه منه شغل هيبقى عنده كوية جدا لانه لمس الكمبيوتر وعمل وكتب وطلع له مشاكل وعرف منين تتحلوها كزا. فانا ده تجربتي الشخصية والحمد الله يعني جابت نتيجة كويسة جدا. يعني كنت اعود ازاكر وعندي مراجع بس مش عارف اشتغل برضو مش عارف احل. الاحين ما عملنا ووركشوب وطلعنا بنتيجة ببرنامج صغير جدا لكن ده فدني اذكر يعني روحت شركة والحمد لله يعني عملت لهم كل البرامج وقتها خاصة بيهم. طبعا الكلام ده عددس يعني فورتران وكوبرا. اين كان اللي كان بتاع ساعتك. اه يعني لكن الحمد لله خلال سنة انا فاكر عملت لهم نظام الحسابات والمخدون والمبيعات والحاجات دي كلها. اه هي ده الاساس. اه مهما الواحد عنده باجراوند عن الانظمة لازم يجب ان يشترل بايده. اه هي ده الاساس. انا كنت اول اعملت في حياتي. كنت لسه طولة. انا اول اعملت في حياتي كنت لسه طولة. واعتقد كنت عمله بيزيك بالي تقريباً يعني فكان مدرسة فكنت عاملين للسيستم كان هم عندهم نظام لسه جديد بالنسبة كان ساعتها كان لسه جديد كان عاملين يعني نظام للبساط وكل منطقة بيباليه اعتمن معين مختلف عن الطلبة التنين ومش اعرف ايه وكلام زي كده كان لسه ليه ساعتها الموضوع عصير جديد يعني يعني هيا كانوا متعودين مدرسنا كل ودن ومدرسة ولا بنت ومدرسة ولا العياد فكان الستم دوت المطلوب وانا كنت عملتنهم السيد ده انا كنت طالب انا طبعاً مكنتش واحدة ثقاف نفسي خلاص ان انا ممكن اعمل البروجيكت يعني لكن ما انتبهتش يعني ما انتبهتش يعني ما اشغلتش باته ايه اللي مطلوب؟ قالوا ليه مطلوب واحد اثنين تلات اربعة ده وقعدت معهم عرفت متاعي حتى البروجيكت انا فاكر شكل ويعني شكل ويعني كانت لسه حكاية الانترفيز دي طالعة جديد يعني كان ممكن في اواخر التسعينات الكلام ده مش الفينات حتى او الفينات يعني حاجة كده الله اعلم يعني كان الانترفيز السابقة الموضوبة البيجوة البيزيك والحاجات دي كانت حاجات يعني كنت عادت باكر ان انا كنت عاملهم اصدار كل حاجات بعمل اتنور وطلفي كده واصلة ورواح المروزة وحاجات كده حاجات يعني شغل بربوجي الفلاحين خالص يعني ما راح ترمل في اللعين يعني مصد يعني حاجة بزيعة شوية المهمة عملتهم بالسيستم متاع وروحت المدرسة باعتقلهم وخدوهم مني وكانوا بسلتين عليهم ما حتمتش يعني ما حطتش باجة انا قلت يعني انا هكيدة اخلع من هنا والسيستم هيطلع عادي وعدوا يلطش فيهم هم يلطشوا فيه يعني الموضع يبقى مفايز وغبت فترة طويلة من الزمن ويمكن من شهور وبعد كده بيتم بيكلموني انهم عندهم مشكلة في السيستم يا ربتي يوبتاع فورت السيستم السيستم ما اقول لك شغالين بيه انا مش متخيل برضو انهم ايه كان مش شغالين بيه فانهم رحت شريفة في عصد المدرسة ترهم السيستم فيها ورمي السيستم فيها مليان ديها تعم انا بقى بساط عند المرحلة دي بدأت تحس بيطقنت اللي انا بعمله واخدت ثقة في نفسي ميش خد بقى لكم من اللقطة انا رحيز اوصلها اخدت ثقة في نفسي ميش بسبب ان انا بقى عرف ابرمج او انا ما عملش حاجة اصحب انا في الفترة اللي ايه ما بيني بدأت ديهم السيستم وما بيني انهم جوموا قالوا لي عايزين تعادلات انا ما عادش حاجة في السيستم اصلا صح والله ايه طبيعي انا ما برمجتش يعني انا كل الفكرة كلها انا انا كبرمجة هو انا بس احساس او انا بقى اديهم السيستم اول مرة خلاص ولما اطلبت ان انا عادل لما رجعت بابص على السيستم بيتحول عشان يولي فيه فيه المشكلة كانت المشكلة صحيح في حجم ديبتا كبير يعني مش اكتر يعني وما عايزين ينهلوا السنة القديمة عشان هيبدأوا سنة جينات اجيب انها ايوة زي ما تذكرتين ان شاء الله كانتنا اما بس هنهلوا سنة قديمة وما عايزين ينهلوا سنة قديمة بس ما كنتش عامل حسابة طبعا ان ده هيحسب في السيستم يعني فا ايه اللي انا عملته ولا حاجة لكن انا كنت انا انا اختلفت تماما احساس اختلف تماما من هنا الهنا هنا كنت شخص غير واثق من نفسي وغير واثق في منتجي وما زال عندي ان انا مش عارفة برمجة انا اكيد مش بعرفة برمجة اكيد انا مش لسا ما عنديش من العرومات الكافية انا كنت رسا طالب انا اقول لكم وما بين لما رفت تاني مرة احساس مختلف تماما انا باشا انا انا رجل بعرفة طالبع شونه صح شوف شغلي ما اخرج من مياه يعني انا كنت فاكرة ان دوني بايض اما انهانوني بس عادي من المنات القديمة للفيديو ولا مش عملت حاجة زي كده اصلا بس لكنه فأخدت ثقة في نفسي جانب في جانب ان ده انا عايز اوصلكم ايه السقة لم تأتي من مستوايا البرمجة ايه دي اللقطة اللي انا عايز اعطتها من اتخاط ثقة تك المبرمج مش بسبب مستواك البرمجة انت قوي ولا انت متوسط ولا انت في حاجة واحدة انتك ولا انت مامية ولا لا لا السقة بتجي من مواقف انت كورد فعلي وتعامل مش من ايه مش من مستواك ولذلك انا بحب ان انا يعني ااخد الفكرة دي وما هي الليه ما تسيبش نفسك لشيطان محسك ان انت قليل وانك عمرك ما تنفع وانك قولك الكن ده ايه مورده افتكر من سارة على الطريق وصل من سارة على الطريق خاص انت مش على الطريق هو عايز يعملك ايه عايز يحسزك انك مش هتقدر انك هتفشل فتفشل ثماني هو ده هي دي القضية هي دي القضية اللي هو عايز وصلها لها انت ما تدش لا تعين انت بالك بس انت خلال تقضي خطوة انت انت قبل الكورس زي بعد ده سؤال لكم حتى اللي ملحقش يذكر كل حاجة يعني يذكر حاجات ببسيطة هل هو مستوى قبل زي بعد ده سؤال لا طبعا لو مستوىك مش قبل زي بعد تمام لو مستوىك انت لو مستوىك قبل زي بعد تمام؟ لو انت زاكرت حاجة انت لو مزاكرتش خلاصة مشكلتك انت انت ما حاولتش تساعد نفسك لو زاكرت لو ربع الكورس ربع وحسيت ان انت استفدت واخدت خطوات يبقى انت صح يبقى انت ماشي صح سيبك بقى من اللغبطة بتاعت الدماغ وانا انتجاه وانا انتجاه والقصة وقاكد انا ماشي صح وانا ماشي ربع انت مش تستفيد وتستقدم وتاخد خطوة افضل من ما كنت اه يبقى انا ماشي في طريق صح يبقى انا بدور ما بين الصح وما بين الاصح تاهميني؟ ما بين الصح وما بين الاصح ما عنديش مشكلة خلاص عنديش مشكلة انك تعطت خلق انا انت في الصح والاصح ما عنديش مشكلة لكن ما تسيبش الفرصة لنفسك تحدثك ان انت هتفشل وانا عمرك ما تبقى زي الناس اللي حواليك بصوا ده بصوا ده بصوا ده لانا مش عقدة لدي ناس قوية انا ضعيف انا هنأسيبك من الكلام ده وانا غيره خالص كمان؟ خد ثقتك في نفسك لانا السقة ما بتجيش من البرمجة ولا مستقل البرمجة وعمرك ما تستعلم كل شيء انسى 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 ايه قد أعمل في الباصل لك يا باشا انسى مش كلام من ده مش حد يعفل كل حاجة والله اللي اقول انا بعرف كل حاجة ده ده اسبات ان هو مش فقط حاجة مش كل حاجة لا في البايسل مسلا بس لو انا انها عرف كل حاجة والبايسل ده عرف ان هو مش توق حاجة تعمل ذاك ليه؟ يا باشا بكت جز عملية تنزل وشركات عملية تشتغل عليها وده ينزل وده ينزل وده ينزل ينزل نفسية وما يقدرواش يلموا كل حاجة فيها. فهمني? لكن الهدف ايه? مش انك تخش التوى نفسك. لا. الهدف انك عايز توصل الهدف معين? تمام? عايز تعمل المواقع. وتعف تعمل المواقع. خلاص. تمرالي? بتوصل. بتعرف? اه. بس. حسن بقى. دكتور من اجل ذلك المبارسة والتطبيق او يعني مهمة لان السوفتوير يعني لو لو واحد يشتغل مسلا في حاجة فيزيكال. لو افترضنا مسلا الهندسة هنداء انجينيرينج. هيعمل دايرة هيشوف الاي سي وهيشوف البورد وشيف حاجات فهو يعني متفاعل معاه. انما السوفتوير بنقعد ندرس فترة طويلة وفي الاخير ما شفناش لش الفنش برودكت بتاعنا. ما شفنهوش علشان نحس ان احنا عملنا حاجة. لذلك لو يعني حتة ان احنا نعمل برنامج متكامل ولا هو بسيط جدا. ده بيدي السخة كبيرة جدا في النفس اللي حضرتك قلت عليه. ده بيدي دفعة قوية جدا ان انا مستعد اعمل اكبر من كده. لان اعرفت المفاتيح ممكن اعرف فين ابحث. ولو شفت السيستم بتاعك شغال هتاخده هتاخد ثقة اعلى بكتير. ده كمان بقى يعني حاجة عز العزة يعني لما بقى السيستم بتاعك. عرفت الحاجة مصعبة احنا ممكن ناخد بروجيكت. بروجيكت نعمله مع بعض او الناسين بعضونا مسلا الجروبين وحاجة. وناخد بروجيكت واقعي مسلا. بروجيكت يكون واقعي يعني مسلا يعمل موقع مسلا لحد فينا. فان ازاي او الشركة المال طلبة فعلا او حاجة تخدم الفكرة بتاعتنا. او نعمل فكرة نفسينا ويبقى احنا جروب ونعمل السيستم بتاعنا. ونبدأ نرفعهم الشهران وواقع على طول. ساعتها تحس بك انت الشيء لنتعلم مع انك انا عارف ان برضو في ناس دفوسة ضعيفة تعطي لك ايه? اصلا هم اشتغلوا الحتة دي. اصلا في ناس اقوى منك نتموضة في الجلوب. اصلا كل ده يبشل. ده يساعد نفسه بالاوهاب. ده يساعد نفسه بالاوهاب. ده يساعد نفسه بالاوهاب. ده يساعد نفسه بالاوهاب. يعني انا بقول لكم من بدري. انا عارف ده يساعد نفسه بالاوهاب. ده يساعد نفسه بالاوهاب. انا عارف ان ده دايما بس اي فكر. هيخليك تتعخر. يعرف ان ده حاجة غير. باختصار جدا. اي فكر بيخوفك. يعرف ان ده حكرا. الاعرج بيمشي يا دكتور. الاعرج بيمشي. والسليم بيمشي. بالضبط. يعني انا عارف امكانياتي اي انا امكانياتي اعرض. اه بس. امشي يعني مش او. كن واحد. اي احضر خالص في الان بيوصل. لو انت عايشي اللحادة احنا كبارة لم يوصل. وفكرة الوصول لهذا. خد اي اسلوب واحد ياخد برماغ ان بايسو. اخد واحد يخش موبايل واحد يخش جاب واحد يعمل مش عابل وطور مليون طريق. انت مجغلش بهذا. ان انت خد الطريق خلاص ما ما تعودش بقيت شدت نفسك وتتوقع لما خلص ومشي على الطريق حتى تلاقي نفسك وصد عشان كده عزين حضرتك تقول لنا بقى تنصحنا وبما يجب